حول هذه التصريحات معي من لندن مراسلنا أشرف سعد أشرف ما الذي يعني خطاب هذا الوزير وزير قوات المسلحة البريطاني في إطار وجود هذه الحكومة وربما احتمالية ذهاب رئيسة الوزراء البريطانية في أي وقت قادم بالفعل هذا بات احتمالا قائما وأصبحت أيام ليسترس في حكم بريطانيا معدودة نظرا لكمية المعارضة حيالها صحيح أنها ما زالت رئيسة الوزراء وما زال الكثير من وزرائها آخرهم بن ولس وزير الدفاع المخل في تصريحاته الحزبية لكنه قال إنه لا يطمع في زعامة الحزب ولا رئاسة الوزراء ودعا كل نواب الحزب إلى التكاتف خلف ليسترس في هذه المرحلة ولكن الأقاويل في أروقة الحزب تقول إن ليسترس لم تعد رئيسة الوزراء الفعلية وكما وصفتها إحدى الصحف البريطانية اليوم برئيسة الوزراء الشبح في حين وصفتها صحيفة أخرى بأنها رئيسة وزراء بلا سلطة يبدو أن هناك الكثير من الشك في قدرتها على إدارة أمور البلاد وعلى إدارة دفة الحزب خلال المرحلة المقبلة حتى أن هناك من يقولون أن جيرمي هانت وزير المالية المعين مؤخرا يبدو أنه هو فعلا من يدير الحكومة وليس ليسترس بالطبع هناك إجماع من وزراء الحكومة حول ضرورة التكاتف حول ليسترس في هذه المرحلة ولكن حزب العمال المعارض الذي انتفعت شعبياته بقوة خلال المرحلة الماضية وبعد الانتباك الكبير الذي أحدثته خرارات الحكومة يبدو أنه يسعى لإجراء انتخابات مبكرة في أقرب فلسة من لندن مرسلنا أشرف سعد شكرا لك أشرف ترجمة نانسي قنقر